وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى في قاعة الغسالة من تحت مع أني أنا كنت خلاص غسلت فيها يعني قبلها بيومين وقفل الباب بتاعها وما فيش أي مشكلة فيها ولا أي حاجة لقيت فجأة أن هي معبية مية من تحت زي ما انتوا شايفين كمية المية كتيرة زي ما انتوا شايفين مش قليلة أنا تخضيت قلت يا رب الغسالة بازت ولا جارة فيها إيه قلت لا خلاص أنا هعبيها زي ما انتوا شايفين هرص فيها الحاجة رصت فيها الأطباق والكبات وكل الحاجات اللي كانت مش نظيفة عندي وهحط فيها المسحوق عادي أنا لقيت عندي أورس من لوت فيك كنت باستخدمه يعني من فترة ولقيت ده تايه وسط الحاجات فقلت استخدمه وخلاص أنا كنت بعاني برضو من مشكلة أني الباب مش بيتفتح وهي شغالة الباب ده اللي هو باب المسحوق نفسه وكنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده والحمد لله المشكلة تحلت بدأت أخسل كويس قوي أنا قلت يمكن بواقي مسحوق هي اللي زنقه قفلت الباب أنا هنا بزبطها على البرنامج ده اللي هو بيبقى 60 درجة الحرارة بتاعته وبشغالها هي طبعا نقصة ملح ونقصة ملمع اللي هو بيبقى بتاع الأطباق وكده والكبات شغلتها هنا وأول ما شغلتها سمعت صرف المية يعني دي كانت حاجة الحمد لله مبشر جدا أول ما اشتغلت سمعت المية وهي بتتصرف هنا كانت خلصت خلاص وجيت أفتحها أتطمن إن هي صرفت المية كلها لقيتها الحمد لله رب العالمين صرفت المية كلها ما لقيتش فيها أي مية من تحت زي ما كنت بشغالها عادي جدا فاكتشفت بقى إن هي بتعب بمية بعد ما بفضي منها الأطباق وكل حاجة يعني مش بقفل الباب على الآخر بس سيبها شوية تتهول أول وبعد كده لو ما شغلتهاش اليوم اللي بعده بقفل الباب بتكون تهوت خلاص ومش فاضل فيها أي مية فالمحبس بتاع اللي هي بتسحب منه مية هو اللي بيصرب مية وبيخليها تعب مية من تحت هو في حاجة نعايز أقول لكم عليها بصراحة أول ما جبت الغسالة هي الغسالة الحمد لله دلوقتي لها معي ثلاث سنين الحمد لله يعني مشاكل بسيطة عدت علي فيها غسلت نوعها بيكو عشر أفراط مستواها إلى حد ما كويس كويس جدا لأي واحدة عايزة تشتريها أنا بنصحك بيها جدا في البيت هتبقى دراعك اليمين في المطبخ وبعدين أنا أكتر وقت بستنفع بصراحة منها أيام الامتحانات أيام أنا كنت عبانة بتبقى هي يعني المساعد الأول والأخير لي في المطبخ جيت هنا عند المحبس وقلت خلاص أنا بقى لازم أقفله الحاجة اللي عايز أقول لكم عليها إنه أنا أول ما ركبت الغسالة المندوب اللي جيه ركبها لي قال لي بصي المحبس افتحيه لما تكوني هتشغليها كذلك برضو نفس الموضوع على فشة الكهربة قال لي تحطيها لما تكوني هتشغليها وتشيلي الفيشة وتقفلي المحبس لما تكوني خلاص مش هتشغليها فبصراحة كنت في الأول بعمل كده ولكن كسلت فما بقيتش أعمل كده فلاقيتها عبت ميا زي ما انتم شايفين فكانت مشكلة بصراحة وأنا كنت قلقانة جدا الحمد لله لما قفلت المحبس ما عبتش ميا تاني خدوا بالكم حاجات بسيطة جدا بتفرق في منضوع غسالة الأطباء وهبقى أعملكوا كذا فيديو تاني مخصوص عن الغسالة نفسها أنا بشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا